سنة سنتين يعني سنة مناسب جداً للحضانة لأن إحنا من الحاجات برضو اللي عايزين ننبه عليها أوليها الأمور إيه أنسب سنة لدخول الحضانة من سنتين لتلات سنين أنسب سنة جداً لدخول الحضانة بلاش الفترة دي أطولها وأقعدوا معايا في البيت بدفع إن أنا ما أنا مش عايزة أنزله دلوقتي الحضانة لسه صغير صغير ده قبل السنتين ولو ابني ما بيتكلمش كويس ما عندوش لسه الكلمات بيقولها يبقى أنا قبل السنتين أنزله بس ثلاث ساعات في اليوم وممكن مش كل الأسبوع ممكن يومين ثلاثة بحيث إن هو يتفاعل مع الأطفال ويحتكي بيهم أكتر وخرقته من الوحدة والكرتون اللي قاعد فيه من البيت ووديته مكان يستفيد منه ويخرق طقته فبالتالي سنتين الحضانة هتغير فيه جداً هيحس الفرق شاسع الطفل بدأ يصرف طقته في حاجة مفيدة فهيرجع له البيت أهدى يرجع البيت مش يلاقي الموبايل وأنا كايني ما بعملش حاجة لا أقسم له بقية يومه اللي راجع به من الحضانة وهو طبعاً عايز يتحرك الحضانة طول الوقت قعد 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 فين الوقت مثلاً لو هينزل بلاي جراوند ولا هيقعد في البلايروم بقية الوقت أنا أقسمه معه في البيت قاعدين بنزل أنشطة من على النت بنتبع بنلون بنعمل سلصال هو ده تدوري معايبه اشتركوا في القناة